اختتمت تجارب اليوم الجمعة من سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة ون الفين واثنين وعشرين على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط وقد سجل سائق فريق ريدبول ماكس فيرستابن أسرع لفة خلال حصة التجارب الثانية متغلبا بفارق ضئيل على شارلز لوكلير سائق فراري فيما حل ثالثا زميله في الفريق كارلوس ساينز وتبعه جورج راسل سائق فريق ميرسدس في المركز الرابع وضمن بطولة الاتحاد الدولي للسيارات للفورميلة ثري تمكن فرانكو كولابينتو من الحصول على المركز الأول خلال الحصة التأهيلية هذا وتمكن جاك دوهان سائق فريق فيرتوسي ريسنج من الحصول على المركز الأول في الحصة التأهيلية المسائية ضمن سباقات الفورميلة تو متغلبا بفارق ضئيل على ثيو بورشاير سائق فريق آرت جران بري وضمن التجارب الثانية من الجولة الختامية للموسم من تحدي بورشي سبرينت الشرق الأوسط تمكن تييري فيرمايلين من تحقيق أسرع زمن له في التجارب الثانية تابعه الألماني ريتشارد فاغنر بينما تمكن الهولندي موريس شورنج من الحصول على المركز الثالث هذا وشهدت منطقة الترفيه في قرية الفورميلة ون حضورا جماهيريا كبيرا لمعايشة أجواء الحدث الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والاستمتاع بفعاليات المرح والترفيه والعروض الفنية والاستعراضات الموجهة للأفراد والعائلات اشتركوا في القناة